السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا لهذا اليوم هو قياس الأطوال بوحدات غير معيارية أخذنا يمس في الفصل الأول في مادة العلوم أني بقدر أقيس الأطوال باستخدام وحدات غير معيارية مثل القدم والشبر وعرفنا أنه سميناها بغير معيارية لأنها غير ثابتة وليس لديها أي معيار ثابت لنبدأ بدرس مادة الرياضيات سأل معلم طلبته كيف يمكن أن نقيس طول القلم أعطاهم قلم وحكاهم كيف بقدر أقيس طوله أجاب إبراهيم أضع أصابعي على القلم فأجد أن طوله ست أصابع هاي إبراهيم قاس القلم باستخدام الأصابع وأجاب حازم أضع ممحاتي باتجاه طول القلم وأنقلها من مكان إلى آخر فأجد أن طوله بمقدار أربع محايات حازم وضع محايته في كل مرة كان بينقلها فوجد أنه طول القلم أربع محايات أما عمر أنا أقدره قدر تقدير بخمس مشابك ورقية قدر أنه طول القلم بخمس مشابك ورقية ما رأيك في إجابات حكينا إبراهيم أنه ست أصابع حكينا حازم أجاب أنه أربع محايات أما عمر أجاب بأنه قدر طول القلم بخمس مشابك ورقية ما رأيك في إجابات الطلبة إجاباتهم صحيحة سؤال فكر ما سبب اختلاف طول القلم عند كل طالب شو السبب اللي خلى أطوال القلم تختلف عند كل طالب عند إبراهيم وحازم وعمر لأنه كل طالب استخدم أدام مختلفة للقياس بسبب استخدام أدوات مختلفة للقياس حكينا هون إبراهيم استخدم أصابع وحازم استخدم الممحا عمر استخدم المشابك فطول المشابك بيختلف عن طول المحايات وطول المحايات بيختلف عن طول الأصابع عشان هيك طلع عندي طول القلم بيختلف عند كل طالب بسبب اختلاف أدوات القياس التي استخدمها الطلاب نستطيع أن نستخدم أشياء مختلفة لقياس طول الشيء نفسه نسمي هذه الأشياء وحدات قياس غير معيارية حكينا أن الطلاب استخدموا أشياء مختلفة حتى أنهم يقيسوا طول القلم فهذه الأشياء التي استخدموها تسمى وحدات قياس غير معيارية يعني غير ثابتة أقدر طول كل مما يأتيه ثم أستخدم مشابك ورقية لقياس الطول كما في المثال عندي هون ملعقة كم طولها؟ قدر يمس أنت كم طولها؟ بعدين استخدم المشابك ألاحظ هل تقديرك نفس الطول الحقيقي باستخدام المشابك؟ أنا هون رسمت لكم مشابك وعرفت أنه تقريبا طول الملعقة واحد اثنان ثلاث أربعة خمس مشابك خمس مشابك ورقية طول دفتر الملاحظات تقريبا ثلاث مشابك ورقية طول فرشات الأسنان تقريبا أربع مشابك ورقية إذن بس تنتج جمس من خلال الدرس أنه في أدوات قياس للطول غير معيارية يعني غير ثابتة أو غير معيرة بمعيار ثابت مثل مشابك ورقية المحايا الأصابع اشتركوا في القناة